بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنام المسمى بالسماء أحمد وبالأرض أب القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم في البداية نرفع أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى صاحب المقام المعظم مولانا الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف بذكرى ولادة عمه وجده الإمام أبي محمد الحسن المشتبى صلوات الله عليهم أجمعين في الوهلة الأولى لابد لنا أن ننوه عن ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حق المولى أبي محمد الحسن المشتبى صلوات الله عليه بحيث قال النبي لأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لو كان العقل رجلاً لكان الحسن وهذا إن كان يدل يدل على رجاحة عقله ومكانة قدره إخواني من الأشياء التي تخص ولادة الإمام الحسن صلوات الله عليه أنه كثير من الشرائع المحببة قد ذكرت أثناء ولادة الإمام الحسن صلوات الله عليه فلذلك في الوهلة الأولى لابد أن أذكر مقدمة موجزة وبعد ذلك أدخل في صلب الموضوع وذلك لماذا سمي الحسن بالحسن ولماذا كني بأبي محمد لابد يكون عندنا إحاطة حول الإجابة على هذين السؤالين فتقول المقدمة ورد في كتب المسلمين ومنها ما ورد في كتب الخاصة أنه حينما رزق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بصبته الأكبر فجاء أمير المؤمنين بذلك الوليد وقدمه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخذه النبي الأكرم ثم التفت إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين فقال له هل سميته يا أبا الحسن سميت يا علي قالت له اسم يقول لا قال وماذا تريد أن تسميه قال أحببت أن أسميه حربا فقال له النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم سميه حسنا الرواية مع السرد تقول فمرت الأيام والليالي فرزق بالمولود الثاني فجاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بوليده الثاني قدمه إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فالتفت النبي هل سميته يا علي قال لا قال وماذا تريد أن تسميه قال أحب أن أسميه حربا فقال له سميه حسينا مرت الأيام والشهور والسنين طبعا نفس سياق الرواية أنا أريد أوجز حتى لا أطيل عليك في المقام فرزق الأمير علي بن أبي طالب عليه السلام بوليده الثالث فجاء به إلى رسول الله قال له شنو تريد تسميه قال له أريد أسميه حربا فقال سميه محسنا إخواني هذه الرواية موجودة في كثير من كتب المسلمين حتى كتب الخاصة حتى لذلك أنا أحببت أن أسردها حتى أريد أبين لك من أسمى الحسن بالحسن والحسين بالحسين والمحسن بالمحسن هذه الروايات هي سم مصبوغ بالعسل نريد أن أخذ فائد ثمرا من ولادة المولى أبي محمد صلى الله عليه فهنا الرواية فيها عدة أمور الأمر الأول أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أن حق تسمية لابنه على الوالد هل يجي واحد يقول شنو هذا المعنى يعني إذا إحنا نريد تكلم الشريعة الإسلامية هذا الولد يوم القيامة يحاجج أبوي يقول لأبا لماذا سميتني بهذا الاسم وهذه شريعة الإسلام فكيف لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يسمي أولاد الأمير المؤمن علي بن أبي طالب بالحسن والحسين وبمحسن بحيث أنه القائل أن هذا حق إلى الأب وعلي كان يحب اسم آخر وهو اسم حرب كما دلت هذه الرواية فهذا مما يجعل أن الرواية في محل خلل ثاني شيء أنه عندنا إجماع عند المسلمين بشكل عام أن المحسن لم يولد بل كان سقط سقط على عتبة باب الزهراء صلى الله عليه فإذا كان سقط فكيف الرواية تقول أنه رزق بالمحسن وأحب أن يسميه حربا وهذا مما يجعل خلل في هذه الرواية الأمر الثالث اللي لابد من الإجابة عليه إن اسم حرب هو اسم يدل على العنف والقتال بحيث أن الإسلام جعل نكهة ولمس في حقيقة التسمية شلون عندنا روايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول خير الأسماء ما حمد وعبد هذا خير الأسماء بحيث أن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا رزقه الإنسان بولد فليسميه بسبعة أيام باسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شاء بعد ذلك أن يغير فليغير وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم من رزق من رزق بثلاثة من الأنبياء ولم يسمي باسمي فقد جفاني فهذا إن كان يدل أنه عبد حمد 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 الله أو حمد الله عبد الله وإلى آخر من هذه الأسماء اللي فيها حمد وفيها شكر فكيف لعلي أن يسمي باسماء لعلها الشريعة قد بغضتها حربون قتال وشدة هذه مو محبوبة في الشريعة وعليون قد بلغ العسماء الأمر الرابع والأخير في هذه النقطة في هذه المقدمة ردنا على الرواية إن اسم حرب هو من أسماء ماذا أعداء علي بن أبي طالب فكيف لعلي يحب أن يسمي أحد أبناءه باسم أعدائه بعد هذا الكلام إن هذه الرواية تبين أن الذي سمى الحسن والحسين والمحسن بأسمائهم هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا مما ينظر البعض أن هذه فضيلة إلى الحسنين وللمحسن أن من سماهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكن لو تجي بالواقع الواقع يرفض هذه الرواية جملة وتفصيلة ليش؟ لأنه وردت عندنا روايات صريحات في حقيقة تسمية الحسن بالحسن بحيث ورد في كثير من المصادر والكتب رواية أن أنقل جملة مفاد تلك الروايات مفاد تلك الروايات أنه حينما رزق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصبته الأكبر فجاء أمير المؤمنين بذلك الوليد أعطاه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخذه النبي والتفت إلى علي سلام الله عليهم أجمعين قال له ماذا تريد أن تسميه علي فقال ما كنت لأسبقك في تسميته شوف هذا من ميدل أنه رسول الله سأل صاحب الشأن فتنازل صاحب الشأن شوف هذه الأخلاق المحمدية العلوية قال ما كنت لأسبقك في تسميته فالتفت النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إلى علي قائلا وما كنت لأسبق ربي بتسميته فهبط الأمين جبرايل وقال يا رسول الله إن العلي الأعلى يبلغك التحية والسلام ويقل لك سميه حسنا فسماه بالحسن وهذه الرواية على ذلك قس كثيرا شلون عندنا رواية ثانية أنه حينما رزق بالحسين أيضا علي بن أبي طالب قال ما كنت لأسبقك في تسميته فقال النبي الأكرم ما كنت لأسبق ربي في تسميته فهبط الأمين جبرايل فقال سميه حسينا حتى حينما تجي تنظر الذي يستفاد بين طرح المقدمة أن علي أحب أن يسمي حربا فرسول الله سمى حسنا وحسينا ومحسنا والرواية غير واقعية نحن شنا نريد من هذا الكلام نريد أن نبين أن أولياء الله وأحباءه أسماؤهم ليست لا لآبائهم ولا إلى أجدادهم ولا إلى أفضل الخلق أجمعين خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا إلى وصيه أمير المؤمنين بل حق على الله عز وجل أن يختار تلك الأسماء فالحسن سمي بالحسن ليش؟ لأن الله أحب أن يسميه حسنا فهذه حقيقة تسمية الحسن بالحسن أنها من الله عز وجل من الله عز وجل فسماه حسنا طيب الآن تبين لنا من الذي سماه حسنا طيب ليش كني بأبي محمد لو تجي أنت تنظر إلى الحسن عليه السلام ترى أكبر أبناء اسم عبد الله إذا أنت الآن تجي تردور مثلا الابن الثاني هو الحسن المثنى تجي تنظر أنت إلى الأسماء تشوف مو أكبر أبناء الحسن بمحمد فلماذا كني بأبي محمد حتى أن الحسين عليه السلام أكبر أبناء اسمه علي وكني بأبي عبد الله لأنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كنوا أبناءكم قبل أن ينبذوا قبل أن يجي واحد ماذا يجعل لهم لقب نبذ فلذلك هنا حينما هبط الأمين جبرائيل قال سميه حسنا وكنيه بأبي محمد وهذا إن كان يدل أن حقيقة الحسن من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإحنا من عوايدنا أن الابن الأكبر شون يسمي ابنه على اسم أبيه كرامة لرسول الله وفضلا إلى رسول الله الحسن كني بأبي محمد لنسبته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنسبه من رسول الله كني ماذا بأبي محمد وهنا أقيمت السنن أن يسمى حسنا وهذا الاسم أيضا حينما نادى إبراهيم وقال حينما نادى آدم عليه السلام وقال وتوسل بتلك الأسماء الخمسة يا حميد بحق محمد ويا عالي بحق علي ويا فاطر بحق فاطمة ويا حسن بحق ويا حسن أو يا محسن بحق الحسن ويا قديم الإحسان بحق الحسين اغفر لي ذنبي فغفر الله له ذنبه هذه الأسماء مشتقة من اسم الله فالحسن اسمه أو اسمه من الله ومشتق من ماذا من اسماء الله الحسنى فلذلك المولى أبي محمد في هذه الأيام المباركة في شهر رمضان أحاط الزهراء نورا إلى أن خر المولى أبي محمد الحسن ساجدا لله عز وجل مشرقا ذلك النور أسعد الله أيامنا وأيامكم بهذه الولادة العطرة ونسأل من الله عز وجل أن يجعل المولى أبي محمد الحسن المشتبة شفيعا لنا في الدنيا والآخرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته